استقبل صاحب السمو أمير بلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح اليوم وبحضور سمو وليل عهد الشيخ نوافل أحمد وزير شؤون الديوان الأميري رئيس مجلس أماناء مكتب الشهيد الشيخ علي جراح الصباح والطلبة والطالبات المتفوقين من أبناء الشهداء خلال الأعوام الدراسية 2013-2014 إلى 2016-2017 قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أنه سيتوجه مع وفد من أعضاء الشعب البرلمانية إلى جناف اليوم الأربعاء لتمثيل المجموعة الجيوسياسية العربية في اجتماعها مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي في سياق منفصل أن الغانم وزيرة شؤون اجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون الاقتصادية هند صباح على تجديد أعضاء مجلس الأمة لها ثقة وأكد الغانم في تصريح للصحافيين بعد جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم أنه قام بتطبيق اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في إدارته لجلسة اليوم بدورها أكدت وزيرة شؤون اجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون الاقتصادية هند صباح أنها ستسير على درب الإصلاح وستعمل على تصحيح كل الأخطاء والاختلالات في الجهات الحكومية التي تشرف عليها حذر الرئيس الفرنتي إمانويل ماكرون تركيا من أن عملياتها ضد الفصائل الكردية في شمال سوريا ينبغي أن لا تصبح ذريعة لغزو واشتياح البلاد وقال أنه يريد أنقرة أن تنصق تحركاتها مع حلفائها للمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعونا على موقع السياسة.com ترجمة نانسي قنقر